بسم الله الرحمن الرحيم بداية أرحب بقناة الإلكترونية أشواقع وأقول لطاقم أشواقع ولي جمهور أشواقع ليلة قدر مباركة ولكلي بما يتمنى وربحا للوقت بخصوص الموضوع اللي جيت عليه قضية الإفطار جهرا في داربيضة الحدث اللي يقع في بحر الأسبوع هذا أقول أولا بالنسبة لي كمحامي لا أرى أن القضية قضية دينية لا علاقة بالدين لا علاقة لها بالدين أبدا هي قضية قانون وقضية أمن اجتماعي كيفاش التدخل ديال السلطات المختصة على رأسها تحت إشراف النياب العامة في الدار ما كاش بدافع ديني ولا دليل على ذلك أنه عمرهم السلطات تدخل قضائية والحكومية تدخلش الواحد يقولي آجي واش أنت كتصلي واش أنت زكيتي واش أنت حجيتي واش أنت شهدتي ما تدخلش وقتاش يدخل القانون جينائي بالفصل الأول في القانون جينائي المادة الليلة في القانون جينائي كتحدد المانات والفلسفة ديال القانون جينائي والهدف دياله من خلال القول أن الفصل الأول يحدده تشريع جينائي أفعال إنسانة يعدها جرائم بسبب بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي هذه المنطلق الفصل الأول إذن الحادث هذا ديال قضية الإفطار جهرا في الدار بيضاء في البحر الأسبوع هذا ديال آفريل الفين اثنين وعشرين تدخل ديال السلطات القضائية المختصة وتدخل الضابط القضائية تحت أشراف النياب العامة لم يكن بأي دافع ديني باش ما نعطيهش القضية بعد ديني ولا احنا لا دافع قانون جينائي صارح كل قانون جينائي أي حاجة تؤدي إلى اضطراب في المجتمع يدخل قانون جينائي من أجل تصدي لذلك الاضطراب ومن أجل معاقبة اللي تسبب فيه ومن أجل وقاية المجتمع من ذلك الاضطرابات إذن الحديث على الفصل ديال إفطار جهرا مئتين وعشرين من قانون جينائي لا ينظر إليه بالنسبة لي شخصيا نظرة دينية ينظر إليه نظرة قانونية ونظرة جينائية لهدف منها حماية المجتمع من الثراب هذه اللولة وبالنسبة للفصل مئتين واثنين وعشرين علش كنقول أنا ميشي نظرة دينية مخصناش نشوفوا الحدد هذا نظرة دينية نشوفوا نظرة نص بنفسه كيتكلم كل من عرفه بأتناقي الدين الإسلامي وتجاهرة هذه المشكلة تجاهرة بالإفطار معنة النص ما عقبش قانون جينائي المغربي ما عقبش على الإفطار عقب الإفطار جهرا وعلش عقب عليه ميشي لي سبب ديني ربما كان الفلسفة الدينية من بين أسباب النزول دي النص ولكن السبب الأساسي هو الحفاظ على الأمن الاجتماعي كما قلنا الفصلول كيتدخل من أجل تصدي لأي اضطراب الشيماعي لأنه المشرع عارف أنه تجاهر والإفطار جهرا في مجتمع الغالبية دياله مسلمين في مجتمع الغالبية دياله عندهم نظرة للصيام والشهر الرمضان المعظم نظرة مقدسة يمكن أن تأدي إلى اضطراب معناتها المجموعة هذه اللي بغا تتفطر أشكون قال ليهم ما يفطروش ما قال ليهم حد قالوا يقدروا يفطرو يمشيوا في اللا يمشيوا في ما بغاو مصدوط ولكن باشا ندير دعوات ونجي أنا أنا غا نفطر وندير إشار راسي ندخلوا هنا في الاستفزاز ديال من ديال باقي المجتمع لأنه واخر احنا من حقنا نفطرو ولكن من حقنا نستفزوا الذك اللي يبغي يسوم صيروا فطر صد على راسك وفطر عادي وبدون دعوات إذن مئتين واثنين وعشرين المشرع هنا كيف تدخل تدخل انطلاقا من فصل واحد من قانون الجنائي هي حماية المشامعة من أي افترابات ولو لم يكن الإفطار جهرا لما تم تحريك هذا الحدث كامل والتدخل كذلك لابد من إشارة لأنه احنا اليوم عرفنا أنه النيابة العامة بعد الاستماع للناس اللي توقفوا في القضية هذه مؤقتا تم تقديمهم السيد وكيماليك وسيد وكيماليك قرر إطلاق صراحهم ربما المتابع في هذا الصراح ولا ما عنديش أنا التفاصيل المهم إطلاق صراحهم يعني ما ليجتم بحث ولا المتابع في هذا الصراح في جميع حالات سوى هذه ولا هذه هالقرار هذا ديالنيابة العامة هو قرار أولا مصطري سليم جدا لأن النص يصعف ذلك لا من حيث العقوبة لا من حيث خطورة الفعل فهو يصعف لأن النيابة العامة توقع عندها سلطة الملاءة ما بش تتابع تقدر نفس الفعل تتابع واحد تحت الاعتقال ونفس الفعل تتابع تحت المراقبة القضائية ونفس الفعل تتابع وفي حد صراح هي عندها سلطة الملاءة ما حسب الفعل وحسب الوقت والزمان والآخري إذن نيابة العامة مارست السلطة ديالها ارتأت متابعتهم ربما في حد صراح وهذا قرار في الحقيقة هو أولا قانوني ثانيا لأن القرارات نيابة العامة خاصة تأخذ في إطار سياسة جنائية العامة التي انتبعها الدولة وهذا في إطار سياسة جنائية العامة فعلا هو قرار حكيم هو أولا قانوني قرار حكيم علاش حتى الناس يبغين يديلون إشهار أنا فاطر وفطر يكون حبسك ما يقول لي وش أبطال وما يقول لي إش حادث يا سيد هاك افطارتي هاك مشيتي تصنت وليك خرجتي منك لسيدي ربي ذك شي منك لسيدي ربي قلت الخلاصة باش أنه أنه القرار ديال نياب العامة في القضية هذه الحادث ديال دربي إفطار جهران والدعوة للإفطار وليخ هو قرار قانوني مبني على مقتضيات القانون الجنائي والمصطرة الجنائية عند السلطة ملائمة وهو قرار حاكم لأنه في النياب العامة ديما القرارات دياله خلص تكون ملائمة ومناسبة هو ملائمة ومناسب للزمن والتاريخ دياله علاش على الأقل باش منذ خمش الحادث هذا ما يأخذش أكتر من حجمه مجموعة قليلة دعوة للإفطار جهران مرحبا تسنتوا لهم غايت عاقبوا ذك شي بينه بين سيد ربي ما يخص للدين ولكن في القانون الجنائي الفصلون كما بديت الفصلون كيعاقب على كل من يتسبب في اضطراب اجتماعي ولا يحاول يتسبب اضطراب اجتماعي هذا هو باختصار شديد قضية في الحقيقة ما تخذش أكتر من حجمها هذا هو حجمها الحقيقي وشكرا لقناة أشواق اشترك الآن في قناة أشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواقع تيفي شريد إلكتروني وطنية شاملة ومستقبل